بسم الله وبركاته الزمالك يكذب زيزو بشأن عرض التجديد يخطط للرحيل إنا نيوم السعودي بيقولك زيزو يريد الرحيل عن الزمالك ورسالة أحمد سليمان لزيزو وتعليق الرن ناري من زيزو على مفاوضات الزمالك ونيوم في اتنين بيجذبوا وهتكلم قريبا جدا ويرد على أزمتهم ومام دوحباس يكتب نهاية قصة زيزو وشيكابالا دخل على الخط طيب نبتدي بإيه نبتدي بالزمالك وهو بيكذب زيزو كدب أحمد سليمان مين اللي بيكذب أحمد سليمان أكبر كدب في الدنيا عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أحمد مصطفى زيزو لعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بشأن عرض النادي عليه بشأن تجديد عقده بعدما أكد اللعب بأن الزمالك عرض عليه 40 مليون جنيه مقابل التجديد مع القلعة البيضاء عن طريق تحمل إدارة النادي 10 ملايين وممدو حباس رئيس النادي السابق 30 مليون جنيه وقال أحمد سليمان في تصريحات خاصة تم عرض 60 مليون جنيه على زيزو يا راجل يا كداب ما تعرضش المبلغ ده على زيزو عن طريق تحمل إدارة الزمالك 30 مليون وممدو حباس 30 مليون ولكن اللعب والده رفضوا هذا العرض بسبب رغبة اللعب إلى الاحتراف في الدوري السعودي عن طريق فريق نيوم غير صحيحة التصريحات التي قدل بها اللعب أن الزمالك عرض عليه 40 مليون للتجديد ده أول كداب ده اللي هو مين؟ أول كداب أحمد سليمان لأن زيزو هيقولك فيه اتنين كدابين منهم أحمد سليمان طيب وأضف أن زيزو يريد الرحيل عن الزمالك ولكنه يخشى غضب الجماهير وكان يريد أن يأتي الأمر من إدارة النادي وهذا لم يتحقق بعدما تم الحديث مع اللعب بشأن التجديد واللعب لديه عرض مالي حصوله ما مقابل حصوله على مليوني وخمسمائة ألف دولار في الموسم لهذا يريد الرحيل لانيوم سولي ثم تم أحمد سليمان تصريحته قائلا زمالك نادي كبير ولن يقف على أحد وأتمنى من زيزو أن لا ينسى فضل الزمالك وجماهيره عليه وأن يجدد للزمالك خاصة أنه قبل الانتقال إلى الزمالك لم يكن أحد يعرفه بنرجع ونقرر ونقول أحمد سليمان بني آدم كداب عايز يشوي الصورة زيزو بأي طريقة زي ما قلت لكم أولا دول جماعة سمسر جايين يمسكوا النادي وعايزين يتسولوا من النادي يتربحوا من النادي بمعنى أصحب أحمد سليمان من ساعة مجي وهو عمل عقده مع مهيب في قناة MBC عشان يطلع كل أسرار النادي بيطلع أسرار النادي بالفلوس إذا كان هو وباقي مجلسه العقيم المكسحين ده بالنسبة لأحمد سليمان فعشان يطلع أحمد سليمان اللي زور الانتخابات ده دلوقت يقولك زيزو هو اللي عايز يمشي وخايف من الجماهير فمحدش يصدق أحمد سليمان نهائي وبعدين هما مش عايزين زيزو زي ما قلتلكم لأنه محسوب على المستشار مرتضى منصور دي نقطة مهمة لازم تفهموها أول ما دخلوا النادي عملوا إيه شالوا كل حاجة لها علاقة بالمستشار مرتضى منصور يفطت الوطنية والقرامة ونادي القرن الحقيقي وقسروا ثوروا من لحظة الشرف فدلوقت بيعملوا إيه؟ زيزو الناس كلها متمسكة بيه الجماهير كلها هاجة ومية علشان زيزو لكن علشان يطلعوا من الورطة دي يقولوا لك إيه؟ إحنا ملناش دعوة هو بيقول كده علشان ما يخسرش شعبيته هو عايز يمشي لكن زيزو طلع ووضح الأمور أنتو بتقعدوا تفكروا إزاي تجدبوا على الناس تعليق ناري من زيزو على مفاوضات الزمالك ونيوم وفيه اتنين بيجدبوا وهتكلم قريب ألقى أحمد سيد زيزو لعب الفريق الأول لقرة القدم من نادي الزمالك على الجدل الدائر في الأيام القليلة الماضية حول انتقاله لصفوف نيوم السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية وستتقدم وتراجع المفاوضات في الساعات القليلة الماضية وعدم حسم الأمر بشكل نهائي ورحيل اللاعب عن صفوف الفريق الأبيض والانتقال للنادي الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى السعودي المعروف بدوري يلو والذي لم يرغف في الحصول على اللاعب مقابل 5 مليون دولار يحصل عليهم النادي الأبيض قبل نهاية عقد اللاعب وموسم واحد هو النادي الأبيض عايز ياخد فلوسه بس مش النادي احنا مش هنظلم النادي علشان الجماعة الحرمية اللي قاعدين فيه لا دو شوية الحرمية اللي قاعدين في النادي هم اللي عايزين يبيعوا زيزو علشان يتسولوا من وراء او يتربحوا من وراء جايين جانين مع انهم رجال اعمال ومستثمرين بس مش عارف ليه مش بيشبعوا نروح لزيزو كتب ايه بقى كتب زيزو عبر حسابه على موقع التدوينات القصير اكس تعليقا على الانباء التي تتعلق ورحيله عن الزمالك وانتقاله للصفوف نيوم السعودي كل اللي بيحصل ده يبينلك قد ايه احنا فاضين قد ايه الناس معناش حاجة واحدة مهمة تعملها واضاف اللاعب الزمالك الذي يترقب رحيله لنادي نيوم الحياة دلوقتي عبارة عن اتنين قاعدين مع بعض بيفكروا هيكذبوا في ايه النهاردة بيفكروا ازاي نفبرك اخبار ونولع الدنيا ونجيب ريتش عالي يا ترى هم مين حد يعرفهم اللي يعرف يقول في التعليات ثم تم اللعب تصرحته بالتأكيد انه سيتحدث قريبا قال هتكلم ما تقلووش بس كل حاجة لها وقتها معقبا حديثه بالسهم والقلب يعني هو كل حبه لنادي الزمالك انتوا عايزين تبعوه عشان الفلوس هو قال كلمته بيقولك المواقف السابقة بيانت حبي للزمالك محدش كلمني وفتحني في التجديد حتى الان خلاص الاعدتين اللي قعدوها معاه علشان البيع بس لكن محدش كلمه في التجديد غير بالاربعين مليون اللي هيدفع منها ضرائب ممدوها بس هيشيل تلاتين والنادي هجدد له بعشرة زيه زي واحد فاشل ضيع مننا الكاس اسبل واحد في الفرقة عايزين يجدده لزيزه زيه تخيلوا يا اخونا عايزين يطفشوه باي طريقة لكن هو بيقولكو انا بعشق نادي الزمالك وشعبية نادي الزمالك وجماهير نادي الزمالك هو اللي عمل اسمي فعشان يطلع احمد سليمان دلوقتي يقولكو خايف على شعبيته وخايف على الجمهور والهجوم اللي عليه فده كداب احمد سليمان انسان معجون بمية الكد زيه زي اللي بييجي يقولك النادي الزمالك اكبر كلع ريادية اكبر كلع هو ما عندوش جر حسين لبيب لبيب فاندي يقولك اكبر كلع ريادية في مصر اكبر كلع طب الاكبر كلع ريادية في مصر عملت فيها ايه بعد الته مسحت بيها الارض يسيب قطة كلع ريادية في مصر للي يعرف امتها يعرف يدرها ونروح لأحمد الخضري بيكشف مفاجآت جديدة من مفاجآت ملف اللعب أحمد السيد زيزو لفريق الزمالك ما بين الاستمرار في فريق الزمالك او رحيل الاحتراف في فريق نيوم الساودي قالك ايه بقى أحمد الخضري عبر حسابه على موقع التواصل اجتماعي اكس ممدوح عباس يكتب نهاية قصة زيزو حد فاهم حاجة يعني هم قاعدين بيدبروا ومين الضحية زيزو ما هو مش لاقي حد يعني يقول كلام بيكذبوه يعمل حاجة يعملوا عكسها مش عايزين يقعدوه في النادي خلاص أروا فتحته نروح لأحمد سايد زيزو وشيكابالا دخل على الخط كشف مصدر من داخل نادي الزمالك عن تدخل محمود عبد الرازي الشيكابالا لعب الفريق الأول لقرة القدم من نادي في ملف تجديد عقد أحمد سايد زيزو اللعب الذي تدور الأقويل حول احتمالية رحيله عن صفوف الزمالك للاحتراف الدولي السعودي وقصت جدل كبير في هذا الملف أكد مصدر أن شيكابالا كابتن نادي الزمالك تواصل مع اللعب لمحاولة أقناعه بالبقاء داخل جدران نادي الزمالك وتجديد التعاقد مع القلعة البيضاء يا واد أنتو عارفين شيكابالا ده حبيب مين حبيب ممدوه حباس فلما يطلع شيكابالا يقول كلام زي ده اطلع شيكابالا علشان الجمهور بتصدقك تواصل مع اللعب لإقناعه ليه ليه هو لعب للدرجات دي كاره لنادي الزمالك ده أنتو عايزين الناس كلها تكره زيزو يا أخوانا جماهير ما ينفعش معاها كده العند ما ينفعش معاها الكتب ما بينفعش معاها هما مش قطيع زي غيرهم لا هما فاهمين الكصة والحدودة والكصة والحكاية والرواية واللي فيها فبعدش يطلع يضحك علينا بشيكابالا اللي دخل على الخط وعلشان يكلم زيزو ويقنعه يقنعه ايه يحاول يقنعه قلب عدم الرحيل والبقاء داخل أرواقات النادي واستكمال مصيرة نجاحه مع الفريق والحفاظ على حب الجمهور العاشق له للدرجة دي هو شيكابالا بتستخدمه صيدة سهلة شيكابالا سايبكم تتكلموا باسمه هذا ولا يزال هذا الملف يسبب حالة من الجدل في ظل الأرقام المعروضة على الزمالك وعلى اللعب للانتقال إلى نادي نيوم أسعودي زي ما قلتلكم من الآخر إن زيزو حسن موقفه وطلع قال لكم من الآخر فيه اتنين في النادي عايزين يسوقوا علاقتي مع جماهير الزمالك وأنا كلمتي وحدة حبي للزمالك ما يتجزقش محدش كلمني ولا فتحني في التجديد حتى الآن إلا بالعقد اللي هو عاشرة بليون زيه زيه أي واحد ما بيعرفش يلعب ومع ذلك هو الواد ما فيش أي مشكلة عنده الشاب الجميل زيزو مش هنقول الولد ولا حاجة الشاب الجميل زيزو عايز يقعد في نادي الزمالك تحت أي وضع لكن علشان القصص والروايات والحكايات وتطلعوا تكذبوه وتطلعوا تقولوا كلام عليه محدش هيصدقكم الزمالك وجماهيره مش قطيع جماهير الزمالك بيفهم كويس وعارفين إدارة النادي اللي جاية تبوز النادي وبهدلته هي المش لسه تبوزه كل البلو اللي عملتها دي والناس اللي ده تطلع على السوشيال ميديا تدافع عنها المفروض دي الناس دي تخلى عندها دم اللي لسه بيدفعوا دلوقتي عن إدارة النادي يحطوا جازمة بوقهم يخلى عندهم دم أنتو مش زمالكوية ما بتحبوش الزمالك يبقى تسكتوا ما تدفعوش عن الفشل ما تدفعوش عن الخطأ أنا مش عارفين إحنا الغد دلوقتي بيدفعوا عن الإدارة دي في إيه إيه الحاجة اللي تعملت عشان الواحد حتى يقول إنهم يستحقوا إن الواحد يبص لهم لا دولة ما يستحقوش أبدا دول مفروض يمشوا خالص مش هنقول الجماهير تروح لا دل جماهير مفروض ما تدخلهم ش النادي الناس اللي زي دي نادي الزمالك مش ملك الحد غير الجماهير نادي الزمالك فان الجامعية العمومية اللي ما انتخبتهمش هي ما انتخبتهمش هم مفروضين على النادي الزمالك بس خلاص كفاية كده دمرتوا النادي خلاص واقفين على زيزو بقى يلا الخطيب طلبه بالاسم وهو الولد رفض طب ما كان قال انا هروح الاهلي لو كان فعلا عايزي مش من الخطيب رحله وطلبه والكسف قال له مش بلعب غير للزمالك من الآخر هو أنا مش امام عشور هو مش امام عشور ومش كهرباء هو لاعب محب بالنادي الزمالك وجماهير بالنادي الزمالك بيحشقك محدش بيفهم ان الجزئية دي فخلاص دي مشكلتكو بقى فنتمنى نتمنى نتمنى الجماهير تصر على وجود زيزو ومحدش يصدق ان زيزو هو اللي عايز يمشي زي ما اقول لكم طلعه وصرح لكن هم مش هاسبوه في حاله حتى ممضوح عباس دخل في الخط بكرة وبعده هنشوفوا الايام اللي جاية تخبي ايه وان شاء الله ان شاء الله زيزو في الزمالك باذن الله تحية كبيرة لنادي الزمالك العظيم وتحية كبيرة للجماهير اللي فهمه هو وعيه اللي بنراهن عليها دايما وتحية كبيرة للعب المميز العاشق لجماهير الزمالك احمد سيد زيزو احمد سيد زيزو احمد سيد زيزو